ممكن تلاقيه في كل القطاعات موجودة إلا في حالات معينة سأنتكلم فيها اللي بدها مراكز خاصة هلأ العلاج الثاني اللي هو العلاج باستعمال الأشعة واستعمال الأشعة نوعين في الأشعة الخارجية يعني بنحط جسم المريض كلها المنطقة الحوض كلها تحت الأشعة وبعدين بركز على منطقة البروستير حتى تتقلل المظار تاعتها إذا معنا فيديو لأشعة عمولوني إذا ممكن يشوف الفيديو اللي زوالي فيه دكتور مازن طيب بس يجهز يعطوني طيب ما مشكلة هذا العلاج الخارجي جهز؟ سعي اللي هون ما شايفين المريض هون أحنا والجهاز الأشعة هون نوع ثاني اللي هو سيدز حبيبات ممكن مشعة مشعة مثلهم تنحط داخل البروستيرت وتشع وتقتل خلايا البروستيرت هذا الاشي التكنولوجيا هذه موجودة هكي طريقة الحقن تاعت هذه الحبيبات داخل البروستيرت هذا العلاج يعادل العلاج الجراحي حقيقة وفي ناس نسبة حوالي 30% من الناس بتختاره ما بتختار الجراحة وبتنجح وبتنجح نسبة النجاحة تقريبا موازية للجراحة والحمد لله موجودة عندنا الآن وعندنا مراكز حتى موجودة مستشفى يعني مركز الحسين للسرطان موجود بالقطاع الخاص موجود في الخدمات الطبية وموجود في وزارة الصحة يعني عندنا الآن في الأردن عدة مراكز للعلاج الخارجي مش البريكوثيرامي مش الحبيبات مش الحبيبات هذه الها إشكالية حقيقة إنه بدها موافقة لنتعتبر مواد نووية لنتعتبر مواد نووية ولذلك هذه العلاج مش موجود في الأردن بكثرة بذكر من مركز الحسين للسرطان كثير كنترول أتوقع على المواد النووية الآن العلاج الآخر إنه طبعا قلنا هيرموني حكينا العلم في علاجات أخرى ما بننخوض فيها اللي هي يعني بالألترا ساوند ومش بالألترا ساوند وكذا بهمني واحد اللي هو الناس بتسمع عنه الآن لأنه يعتبر انقلاب في العلم الانقلاب في العلم الآن اللي هو استعمال بيسمه ديفينشي ديفينشي روبوتك يعني رجل آلي اللي بيشتغل أنا بكون موجود الروبوت يعني بكون أنا موجود بيشتغل هون وفي أفلام عندنا لو تجيبوا لي الروبوتك يعني أعطونا يا بليز كويس إذا بتلاحظهم بيحرك بإيده الجراح قاعد على الطاولة والشوف وين الجراحين موجودين لواحدهم والمريض بالجهة الحالة اللي هو هناك العليمين وهي بتحرك الحالة وشو كيف بتحرك قاعد الأجهزة داخل بطن المريض يعني بيحرك أصابه عن بعد وبتصير تتحرك موجود عنا بالأردن لا لا طبعا ثمن ومليون دينار المنتنس تاعة هذا لكل عملية بده حوالي عشر تلاف دينار أردني حتى لو كانت عملية بسيطة كويس وبده حوالي مئة وخمسين ألد دينار سنوي بس صياني صياني فهو مكلف غير عشر تلاف غير عشر تلاف لأنه هذول المواد المستهلكة في الموضوع هلأ يعني بس برضو مشان أنه أحكي لأ مواطننا إشي اللي اللي أطمن فيها بالموضوع هذا بحكي له إحنا سواء كنت جراحة ولا باللابروسكوب ولا بدافينشي كلاتهم نفس العملية يعني ما في فرق إلا العملية التكنولوجيا إنه هذي بجراح أقل ندوب هذي ثقوب وهي فيها ثقوب طبعا ديفينشي وهذي روبوتك أنا بقول الأشعة واللابروسكوب اللابروسكوبي يعني هم اللي أكثر انتشارا صحيح المرض صحيح المرض دكتور بدي نجاوب العديد من تساؤلات الناس نكيد طيب إذا تم استقصال البروستات ماذا يحصل بعد ذلك للرجل بالأول خلينا نحكي كمان مراحل هذه المرة فيها العلم المرحل الأولانية لما كان يستقص البروستات كان يستقص المحا العصب فيصير عنده مرات ضعف جنسي على الأغلب ويصير عنده عدم سيطرة على البول وطبعا يصير عنده رغبة جنسية تخف عنده ما في قذف طبعا هلأ آخر شي صارت مشكلة السيطرة على التبول نادرة جدا لأنه صار يعرف وين العصب بمر وصورنا نترك العصب فحتى الناحية يتضرع العصب فهو يتضل فلذلك هو يعني على الأغلب إلا أنه يعني ينجب أطفال بالطريقة الاعتيادية لا ممكن الطفل أنابي بيأخذوله بس إنه بالطريقة الاعتيادية ويكونوا عايش حياته طبيعية فهو بأثر بس على القذف على القذف نعم يعني بشكل المرحل الآن بتعصر النبوب ما هو راحت المواد حتى وإحنا سكرنا بنكون الحبل السائل المنا والأيمن والأيصر اللي تبني راحت بتجاه والحسارة المنوية شلناها معنا فلذلك بطل في عنده قذف ما في مادة تنزل عنده بس إذا بده مشاء الأطفال ما في مشكلة بصدر بيقدر يعملوا إخصاب نسيت أحكي عن شغلة ما علش تحملني فيها إنه في الزمانات ما كان فيه كيماوي للبروستيت ما كان فيه ما كان في علاج كيماوي هلأ من التسعة والتسعين وجاي صار فيه كيماوي وكيماوي يعتبر نسبيا ناجح فلذلك حتى اللي بنتشر عنده سلطان البروستيت وأخذ الهرمونات وكذا وإلى آخره كان بالأول نوضف خلاص ما ظل عندنا حلول الآن فيه عندنا الكيماوي موجود وأتوقع أنه موجود في الأردن في مركز الحسين للسلطان الأغلب طيب رح ناخد كمان اتصال معنا كايد فضل بسرعة كايد بسرعة ألو بس خير بسرعة نور أهلا يا كايد فضل معك الدكتور مازن أغلبك والله بدي أحكي مع الدكتور مازن فضل أخي كايد دكتور مازن مساء الخير مساء الفل دكتور بالألفين وخمسة نزل معاي دم من مجرى البول قعد على يومين ثلاثة وشووا لي عملية تنظير بالمنظر وحكوا لي أنه ما فيه إشي نبين الحبد الله السلام الحبد الله السلام الله يسنك وبالألفين وثلاثة عشر بشهر ثلاثة هاي اتكررت العملية ونزل دم معاي أكثر شوية المرة هاي بشهر ثلاثة سووا العملية التنظير وحكوا لي أنه المرة هاي بيّن أنه فيه التهابات شديدة في منطقة الحالب أو في منطقة لحليل أه الحالب لحليل شو بسموه لحليل لحليل طعب أنا من شغلة نفسية اللي بدي أطمن منه هل هاي أعراف سرطان أصلاً هلأ أول شي كم عمرك؟ أنا عمري واحد واربعين سنة طوط العمر إن شاء الله واحده الله سلام واحد واربعين ولا سبعين واحد واربعين واحد واربعين طيب معلش دكتور ناخد كمان اتصار وأنا سجلت لك السؤال طيب لا عشان ترد على كايد كايد هلأ بنرجع لك بنرد لك عليه أبو أحمد ضيق الوقت هلو هلو تفضل أبو أحمد السلام عليكم وعليكم السلام الله أعطيك لعافية دكتور على عافيك معك الدكتور معزن فضل تفضل حبيب الله أبارك فيك يعني يعني بدي أحكي لك أنا بتكرر عندي عدة مرات يعني بنقول من خلال التبول يعني آلام شديدة بتكون آلام شديدة مع زي زي الحصر يعني وبتتكرر مثلا في النهار بتتكرر أربع خمس مرات كم عمرك؟ كم عمرك أخي؟ 58 كم؟ 58 50 80 نعم إن شاء الله وهاي طبعا تكرر خلال اليوم ثلاث أربعة خمس مرات وبعدين بتروح بتغيب فترة طبعا أنا عندي يعني بالجهاز الهضمي عندي بأخذ أنا يعني مشان الحمورة وكذا وهاي عندي قرح عندي كذا فبأخذ أنا علاجات هاي بتصير مرات بعدها ومرات بدون ما أكون أنا ما أخذ العلاج يعني أنا طبعا سكري طبعا ما عندي الحمد لله رب العالمين وهي العملية عملية الألم والحصر والتكرار للعملية خلال اليوم يعني طيب سلامتك إن شاء الله الله إن شاء الله خلينا نجاوب على السريعات تفضل الأخ الأول لما حكي عن الدم في البول إحنا قلنا الدم في البول بحاجة لفحوصات لأنه فيه احتمالية إنه يكون ورم بس فيه احتمالية ما يكونش ورم والحمد لله إنك أنت كنت من الناس الثاني العمر 58 بيتماشى أول شيء مع تضخم البروستات بس لابد من تحص البي اس اي حتى نتأكد إنه بس مجرد تضخم البروستات وعلى الأغلب رح تحتاج لصورة تلفزيونية ودفع البول على الجهاز ومن ثم رح تحتاج لعلاج التهاب التضخم البروستات الحميد لأنه هذا العمر اللي هو اللي بصير فيه وهي أعراض التضخم ودد البروستات بس بردو نرجع لكايد إنه قال إنه رجعت له هاي الحالة بالألفين والترطاش بشهر ثلاثة وقالي إنه هلأ إنه فيه التهاب سيء جدا 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 إذا سائل التهاب دكتور هو التهاب بالسوء من الأول نعمل الزراعة نتأكد شو ما نوعية التهاب اللي عندنا موجود فيها ونأخذ المضاد الحيوي المناسب إلها حتى التهاب البروستات ممكن مرات يوجد شوية الدم حتى تضخم البروستات السن 41 على الأغلب إن شاء الله ما فيه شي بده يكون التهاب بالإحنيل ويأخذ المضاد الحيوي المناسب سريعا سريعا دكتور شو الخزعبلات اللي بتمر عليك بالعيادة اللي حاب تضحضها وتبقفها اليوم ما ترجع تسمعها من مرضاك بالعيادة إيش عم تسمع وحابب تضحض هالمعلومة اليوم هلا مثل ما حكينا أول شغلة إنه التهاب وليست النقيض كويس ونتمنى لكل المرضان إن شاء الله الشفاء وصلا بالمرض وفيه قلق كبير أتوقع لذى الرجال بثقافة العيب هل هو عيب يعني هو ما فيه إشي بالطب اسمه عيب بما أنه أنت مع طبيبك وبينك وبين طبيبك ما فيه إشي اسمه عيب لازم كل رجال يفحصوا بعد الخمسين بعد الخمسين كل الرجال وهذا ينصح فيه من كل الدول كل العالم فوق الخمسين الكل بدون استثناء بدون استثناء كل الرجال عليهم الفحص بعد سن الخمسين كل سنة كل سنة مرة مثل نسوان بده يفحصوا سرطان هذه الرجال بده يفحصوا كل سنة مرة سرطان البروساد فلما يقولك لازم تفحص يقولي وإنت كمان أيوة وإنت كمان الوضع المادي تاعة البيت طبعا يعني صحت صحتهم الاتنين طبعا ههم بتكون ماديا مثلا يعني يعني على الأغلب يعني نتمنى الصحة والسلامة للجميع لا نتمنى أي سوء بدنا بدنا نرجع نأكد على فحص البي اس اي معلومة مهمة حكاها دكتور مازين فحص بسيط فحص سريع فحص سهل النتيجة نتيجة سريعة فبنشجعكم على هذا الفحص وكمان أي واحد حابب نصيحة ما أخذنا اتصاله نحن نعتذر احكم معنا تحت الهوا بنعطيكم أرقام اتصالات دكتور مازين قرعان هلأ بنعرض لكم أرقام التواصل معه وكلنا ان شاء الله في خدمتكم وفي خدمة الشعب الأردن الحبيب لصحة أفضل شكرا دكتور مازين عفوا شكرا جدا على هذه الحلقة غلبناك وتعالناك بمعنى كان سعيد جدا بكون معكم الاتصالات لم تتوقف احنا طرينا نوقف عشان خليك تقدر تكملنا اكمل معلومة الله يزيد المحبة ان شاء الله يعني شكرا لكم مشاهدينا الكرام هذه كانت حلقة جديدة من أطباء على الهوا بنشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة حلوة خليكم معنا وهذه المرة للصبايا والستات اللي بيحبوا يديروا بالهم على حالهم ها هاي مرأنا لكم معلومة هتكون حلقة لطيفة وجميلة ان شاء الله نراكم في الأسبوع القادم أطباع على الهوى ما تنسوا تحضرونا موسيقى 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 مجلة الصفحات الطبية الأولى من نوعها في الأردن مجلة طبية ومتخصصة تزدر عن شركة الأولى للمطبوعات المتخصصة مجلة الصفحات الطبية دليل كالتب في الأردن حياة ملؤها الصحة موسيقى موسيقى موسيقى